موسيقى بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية ورد إلينا هذا السؤال أمي ماتت وعليها صيام من رمضان ماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن هذا السؤال وجه إلى سيدنا رسول الله وحده جاءت لسيدنا النبي وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان فقال الحبيب الشفيع لها صومي عنها اللي مات وعليه الصيام من رمضان أولاده يصوموا عنه طب مش قادرين يصوموا يطلعوا عنه فدية من مات وعليه صيام من رمضان عندنا حل من اثنين إما إن الأولاد يصوموا عنه أو أن نخرج فدية عن الأيام التي مات ولم يصومها ليه؟ لأن الصيام فرض من الفرائض ومن أركان الإسلام وهو دين في رقبة الإنسان لله وربنا بقول في القرآن الكريم عن الميت وعن تركة الميت من بعد وصية يوصى بها أو دين ودين الله أحق بالقضاء اللي موت ولم يكن قد أخرج الزكاة وحال وقتها وحال الحول عليها يخرج الورثة الزكاة اللي مات ولم يحج وهو مستطيع ومعه مال للحج يخرج من ماله ما يكفي لتأدية الحج عنه اللي مات وعليه الصيام من رمضان يؤدي عنه أولاده الصيام أو يخرج عنه فدية طب اللي مات وما كانش بيصلي ما ينفعش حد يصلي عنه لأن الصلاة بين العبد وبين ربه جل وعلا وهي أول ما يحاسب عليه العبد في قبره فإن صلحت فقد أفلح الإنسان ونجى وإن فسدت فقد خاب الإنسان وخسر يبقى بنقول للسائلة الكريمة إن حضرتك ممكن تصومي عن والدتك الأيام اللي هي لم تصومها في رمضان كانت مريضة وأفطرت خمسة أيام صومي عنها خمسة أيام لا تستطيع الصيام عنها ممكن تخرج عن كل يوم فدية والفدية ناخد بالنا من أوسط ما تطعمون أهليكم من الأكل اللي انت بتاكل منه ممكن تعملي وجبة زيادة وتخرجيها لفقير أو مسكين أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين أشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته براكاته